بقول لحضرتك يا شيخ دلوقتي بيقول لك نبع ستوى السلام على الحديث بالظبط أو نصه إن هو بيقول أو قابل وحدك بتخطن الإناز زمان وكان بيقول لها خفي ولا تحفي أنا مش متذكرة للحديث بالظبط فأنا عايز أعرف إذا كان دون صح ولا غلط طيب هنسمع رد فضلت الشيخ يا أم يوسف فضلتك تفضل الحديث ده بيقول مشهور حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أشمي ولا تنهيكي يعني هو بمعنى طبعا بالمعنى ده مش حديث صحيح ده حديث ضعيف في غاية الضعف من كل طرق ده أول حاجة ثانيا حتى ما نعرفش الممارسة دي كان شكلها إيه لكن على العموم الحديث ده حديث ضعيف ولذلك إحنا بنؤكد لم يرد فيه أمر الأمر بالختان أو الدعوة للختان شيء من أحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يرد أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسألة ختان الإناز والنبي صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته يدعونا مفيش حديث يدعونا إن إحنا نختن دي اللي نفهمه إن كانت عادة منوجودة والعوائد دي لما تثبت الضرر الضررها بالشكل اللي إحنا شايفينه وكده وبنسمع عنه وكده يبقى لإحنا لا بدنا نمتنع عنه طيب فضلت الشيخ في هذه المسألة وبرضو بالرجوع لمسألة الأحاديث هل كان فيه اختلاف ما بين الأربع أئمة فيما يتعلق بمسألة ختان الإناز هنا تسؤال مهم الأربع أئمة أو المشيخ بيتكلموا عن حاجة وإحنا بنمالس حاجة تانية فإحنا محنش علشان فيه ناس أنا أعلم إن فيه ناس من اللي بيشاهدون أو كذا هقولك طب الكتاب فيه هو كلمة الختان وقال الشافعي واجبه إن وقال إحنا بنتكلم في حاجة تانية إحنا بنتكلم في ده ده موروص عادة اللي بيحصل دلوقتي بيخلافها اللي بيحصل دلوقتي ضرر بالغ على جسد أنثى انتهاك حتى بك ممكن ما نسموهش إداري ما وفيه ناس ممكن تقول لحضرتك في هذه الحالة طب واضح إنه كان بيحصل بس بيحصل بطريقة أخف ربما من اللي بتحصل دلوقتي بس دكتورة الشريفة شرف مثلا كان بتقول لنا إن ده مش المفروض يحصل أصلا تحت أي شكل من الأشكال خلاص يبقى إحنا وكذلك الاختلاف العاصر والعوائد والأجسام المختلفة نمنعه هو مش الطب في هذه الحالة رأيه إلزامي بالنسبة مثلا حتى على مستوى الدين فضلتك إحنا بنقول إن إحنا هنمنعه علشان الضرر البالغ ده آه طب بنسنا نسب رأيه وكذلك في حاجة مهمة جدا بنتعلمها في إن الفتوى لابد يراعى فيها العاصر العاصر الآن ثبت فيه إن الممارسة دي بالغة الضرر طيب موجود كلامة هوت في التراث ده متأكدين إن سيدنا النبي عمرو ما يتسبب بضرر بالطريقة دي ولذلك بنقول حتى ده ممكن ما بقاش اسمه الختان لكنها بيسموك غلاء يبقى ده شيء غير مشروع لأنه بترتب عليه ضرر نفسي وجسدي وكذا لإنسان والآئمة الأربعية تفسيرات بشرية لكن الأئمة الأربعية تفسيراتهم بشرية والرسول عليه الصلاة والسلام هو يعني إحنا بنرجع دايما للقرآن والسنة حتى مع ذلك بنقولها اللي بيتكلموا عنه غير اللي بيحصلوا اللي بيعملوا